تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عبد الله برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة ورفع سموه في البرقية أسماء آيات التهاني والتبركات لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاح الكبير والمتميز الذي حقق فيه مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان للعام 2022 ونوها سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى بالدعم والاهتمام والمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الأثر البالغ في تحقيق المكانة الدولية التي تتمتع بها مملكة البحرين وما تمتلكه من قدرات وخبرات وطنية تمكنها من تنظيم السباقات الرياضية المختلفة والفعاليات العالمية كما أعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بالجهود الوطنية من جميع المسؤولين وكافة المشاركين في إنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان وإخراجه بأفضل صورة مشرفة وتمن ينسموه لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار بضل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه